ضمن جولة لها في مدينتي الملك حسين بن طلالة تنموية وثورية صناعية تنموية بالمفرق تفقدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف مشروع صناعات التعليب في مدينة الثورية وكانت مجموعة الصايغ نقلت هذا المشروع الرائد في منطقة رصيفة إلى مدينة ثورية صناعية تنموية ضمن استراتيجيتها توسعية محليا وفي الإقليم المدير التنفيذي للمجموعة المهندس فائق الصايغ قال إن نقل صناعات التعليب القائمة منذ عام 1976 إلى هذه المدينة الصناعية الحديثة يصب في خطة توسعة المشاريع وزيادة الانتاجية وعدد الاياد العاملة الأردنية وأشار الصايغ إلى أهمية موقع مدينة الثورية التنموية الاستراتيجي وقربها من الأسواق التصديرية في السعودية وسوريا والعراق هذا المشروع سيقضي منطقة المفرق لأنه نحن متوقعين أنه يزيد عندنا عدد القوى العاملة من تقريبا بحدود 150 شخص إضافي حيث أنه يصل عدد العاملين في المصنع إلى 350 هو حاليا نحن عندنا بحدود 200 في المصنع الحالي المصنع هذا الموقع هذا أو التوسعة هاي رح تتكلم في حدود 25 مليون دينار مع التطورات المتزايدة خلال السنوات الماضية وصولا للعام 2022 أصبح حجم السوق المحلي حجم الأسواق التصديرية باستدعي إلى رفع الطاقات الانتاجية ورفع حجم الطاقة الانتاجية اليومية لشركة صناعة التعليم من هنا انطلقت الفكرة التي هي تكبير وتطوير حجم المصنع خلال البحث والدراسات تمام توجهنا إلى موضوع انه انتقال من خارج المناطق التنموية إلى داخل المناطق التنموية بالنظر إلى المزايا والحوافز والإعفاءات التي تتميز فيها المناطق التنموية